في محاولة لصد هجمات الميليشيات على القواعد الأمريكية في العراق أكدت مجلة فوربس الأمريكية أن الكونغرس الأمريكي قرر تجهيز قوات البشمرقة في كردستان العراق بأنظمة دفاع جوي في ظل تعرض مطار أربيل الدولي إلى هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة من إيران والميليشيات المدعومة منها خلال السنوات الماضية وهي هجمات لم يكن هناك دفاع مضاد لها حكومة السودانية المشكلة من الإطار التنسقي فضلا عن إيران احتجت على الخطوة الأمريكية بتزويد أربيل بدفاعات جوية لمواجهة هجمات الميليشيات مطالبة بتوضيحات بشأن هذا الدعم العسكري لا سيما أن الهجمات على القواعد الأمريكية تحاول من خلالها طهران وميليشياتها في العراق أظهار قدرتها للولايات المتحدة على ضرب أهدافها حتى داخل الحدود الأمنة نسبيا لكردستان العراق لتتصاعد هذه الهجمات يوما بعد آخر لا سيما بعد العضوان على قطاع غزة الذي اتخذت منه الميليشيات أعلانا دعائيا لها للمتاجرة بالقضية الفلسطينية هجمات الميليشيات جاءت على العراق أولا وتسببت بخسائر كبيرة لا سيما بعد كشف نائب قائد العملية المشتركة قيس المحمداوي أن القصف الأخير على قاعدة عين الأسد غربي الأنبار تسبب بضرر كبير لرادار اشتراه العراق بعشرات الملايين من فرنسا يستخدم لمراقبة الطائرات المسيرة والهجمات الصاروخية قبل ثلاثة يام أربعة صار قصف بطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد الذي اضرر وهذا دليل قاطع لأنه رادار عراقي كلف الدولة عشرات الملايين وهذا الرادار العراقي الفرنسي طبعا صار بضرر كبير هو أصلا موجود لمراقبة الحدود السورية موضوع الطائرات المسيرة الهجمات المسلحة للميليشيات ضد القواعد الأمريكية فالعراق والدعم الأمريكي لأربيل بدفاعات مسلحة لمواجهة هذه الهجمات وضع حكومة السودان في موقف لا تحسد عليه بعد فشلها بتحقيق توازن ما بين التهديدات الأمريكية لها وبين تعنت الميليشيات المشكلة لحكومة السودان وما سببته هجماتها من تصعيد أمني خطير لبلد لم يتعافى حتى اليوم من أزماته السياسية والأمنية والاقتصادية